أهلا بكم في الوقت الذي يتصاعد فيه الحديث عن إقامة مناطق آمنة أو عازلة تعزل غزة عن محيطها أو تبعد المقاتلين عن الحدود اللبنانية تبقى غزة بلا أمان ويبقى الجنوب اللبناني بلا أمن واليوم دفع الجيش اللبناني ثمنا من دم جنوده عندما قصف الإسرائيليون موقعا له على تلة العويضة في العديسة فاستشهد جندي وجرح آخرون الأوضاع في الجنوب تهدد بحرب مخيفة ليس فقط جنوب الليطان بل أيضا على الأراضي اللبنانية كافة فنشاط المنظمات الفلسطينية على الحدود مع ما يمثله من تهديد للأمن القومي يعيد إلى الواجهة موضوع سيادة الدولة المنتهكة منذ اتفاق القاهرة وبداية الحرب اللبنانية الفلسطينية التي دفع ثمنها اللبنانيون من دمهم ورزقهم ومستقبلهم هذا الموضوع تناولته مجدولين عيد في هذا التقرير اشتركوا في القناة